استقبل الرئيس عبد الفتح سيسي بقصر الاتحادية نظيره الصومالي حسن شيخ محمود الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين أكد الرئيسان خلال جلسة مباحثات على قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة وبحث مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأكد الرئيس عبد الفتح سيسي خلال اللقاء موقف مصر الدعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية وذكر متحدث الرئاسة أن الرئيسين رحب بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي ومن بينها اطلقوا خط طيران مباشر بين القاهرة ومقدشيو وافتتاح السفارة المصرية بالعاصمة الصومالية كما شهد الرئيسان عقب المباحثات مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا من جانبه أعرب الرئيس الصومالي عن التقدير لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية مشددا على حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة القادمة مثمنا دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات بالفعل